اخواني السلام عليكم رح نشرح اليوم المحاضرة الاولى لمادة الكيمياء النظري طبعا هاي المحاضرة فوق ما تصوروا بسيطة و سهلة وبسرعة الحفظ بس مجرد ما تركزوا اياي وتأشرووا اياي وتكتبوا الملاحظات اللي اقلك بيهن فلا تستصعبون المادة اغلب المحاضرات اللي داخلة بهذا الامتحان هي سهلة مجرد محاضرة واحدة شوية بيها يعني بس ان شاء الله نشرحها ونضح لكم فاللي اريد منكم تركزوني اياي وان شاء الله صيرتكم سهلة وواضح ناخذ هنا للموضوع الاول من المحاضرة الاولى اللي هو البروتينات والاحماض الامينية بالبداية خلنعرف ان البروتينات هي مجموعة من الاحماض الامينية يعني المكون الرئيسي او المكون الاساسي للبروتينات هي الاحماض الامينية تمام العدد الكلي للأحماض الامينية للامينة واسيدة هو 300 هاي بصورة عامة العدد الكلي 300 يقول لك عنده عشرين من هين موجودات بالانسان او يفيدن الانسان او يعتبرن اساسيات عند الانسان زيان من هاي العشرين هاي معلومة عامة من هاي العشرين تسعة من هين يجن عن طريق الاكل يعني ما موجودة داخل جسم الانسان لا لازم ناكل حتى نحصلها واحد عشر من هين لا موجودات داخل جسم الانسان هاي معلومة عامة تفيدكم زيان نجي ناخذ هنا الكلام اللي عدنا بالمزن يقول لك البروتينات البروتينات شنو ار بوليميرت اوف امينو اسيد شنو يعني يقلك هي بوليميرات من الاحماد الامينية بل ما رأت الاحماد الامينية يعني يقصد بيها يعني مثل ما قلنا المكون الاساسي للبروتينات هو الامينو اسيد يعني من يجيني سؤال يقل لي مثلا البروتينات جايتني من بل مرات الامينو اسيد من الاحماد الامينية بعد شي يقلك ينانا طبعا هذا مهم يقلك الامينو اسيد اللي هي اي اي اس امينو اسيد لينك يعني تكون مرتبطة باي عن طريق بيبتد بونز اي مهمة كلش مهمة يقلك الاحماد الامينية ترتبط فيما بعض يعني حمض اميني هنا عنده واحد يجي حمض ثاني الرابطة اللي تكون ببيناتهين هي اسمها البيبتد بونز يعني اسمها رابطة بيبتدية اي مهمة زيان وهنا مثل ما قلنا العدد الكلي للاحماض الامينية 300 اللي موجود وين بالنيتر بالطبيعة يعني الاحماض الامينية اللي موجودة بالطبيعة بصورة عامة النيتر في الطبيعة هو 300 حمض اميني زيان يقلك عندي اول عشرين بس عشرين وين موجودات بالانسان ونعتبر ان شو نستاندر امينو اسد يعني نعتبر ان احماض الامينية قياسية موجودة في جسم الانسان حلو يعني واضح ما بيفتشي مهمة بصورة بصورة سريعة البروتينات هي بولوميرز اوف امينو اسد تجي البروتينات من بالمرة الاحماد الامينية ترتبط الاحماد الامينية فيما بينها عن طريق رابطة بيبتدية بيبتد بونس عندي 300 امينو اسد موجود في الطبيعة النيتر العدد الكل لين 300 بالطبيعة عشرين منها موجود بالانسان وقلنا معلومة عام لكم تسعة يجي عن طريق الاكل وهدعش موجودات داخل جسم الانسان هسه هنانا شنو عندي هنانا يقلك شلون اعرف انه هذا المركب هو حامض اميني امينو اسد شون اعرفها اعرفها من خلال التركيب اذا من خلال التركيب فاعرفها من الان اتش 3 يعني شنو يعني اتصال ذرة النيتروجين بثلاث ذرات من الهايدروجين وهذا الجزء يكون موجب ومن جزء اخر اتصال ذرة الكاربون بثرتين من الاكسجين وهذا الجزء يكون سالب هسه عرفنا انه هذا الامينو اسد شلون اعرفه من خلال التركيب انه اكو ان اش 3 هذا المهم عندنا انه اكو ان اش 3 بالموضوع اكو اموني زين هاي الاشاير شنو فايدتها شنو فايدة الموجب والسارب ليش احنا مو قلنا انه راح يتصل الامينو اسد مع امينو اسد ثاني من خلال رابطة الببتيت هنا عندنا امينو اسد ثاني احنا راح يرتبطون من خلال الرابطة اللي هي ببتيت باونز رابطة ببتيتية زين هذا الامينو اسد الثاني هم عنده سالب وعنده موجب اكيد نفس الشي بس يختلفون بالار هنا بس هذا الفرق بيناتهم هاي الاشارة الموجب والاشارة السالب يقل لك ما يصير يرتبط الموجب وي الموجب والسالب وي السالب ما يصير لازم شنو فايدة هاي الاشارة انه يرتبط الجزء الموجب من هذا الحامض معه الجزء السالب من الحامض الثاني او الجزء السالب من هذا الحامض معه الجزء الموجب من الحامض الثاني من هذا أن أعرف ما تكوين الأمينو أسيد والإشائر الموجودة الآن هنا نعدي العشرين أمينو أسيد الموجودات داخل جسم الإنسان ومثل ما قلنا اللي هنه شنو ستندر أمينو أسيد ذني اللي موجودات داخل جسم الإنسان اسم هنه ستندر أمينو أسيد احنا عرفنا عرفنا أنه من خلال التركيب شلون نعرف الأمينو أسيد وضحناها إذا من خلال الاسم من المقطع الاي أن اي الاي أن اي سين الاي أن اي يعني الاين الألانين وهكذا أنتم تعرفونه شنو هاي عند الاي والألا والفالدن شنو بالامتحان مثلا 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 يسأل نها سمراح لأخذ التصنيفات مع هاي الأحماض الأمينية وشنو نوحين مثلا ما يجيب لي لقلايسين يجيب بس لقلاي أنا لازم أعرفه أنه هذا نفسه الألانين يطيني بس الأي لازم أنا عرفه الألانين وهكذا بقية الأحماض الأمينية هاي من خلال الاسم والتراكيب ويطيني بس شنو أول ثلاث أحرف من الحمض الأمينية وضحة إن شاء الله هالسنانا ناخذ التصنيفات للأحماض الأمينية هم بسيطة ما بيفت شي صعب يعني عندنا التصنيف الأول للحامض الأميني يقلك شنو حسب التركيب بالاعتماد على التركيب يقلك عندي بالاعتماد على التركيب عندي شنو خمس أنواع هنا أنا منطيني شنو منطيني ثلاثة هاي هنا أنا منطيني ثلاثة الأولي الألفاتك والثاني الأروماتك والثالثي الهيترو سايكلك لأن كل وحدة وبيهن أنواع أسل الألفاتك ياهن الأروماتك ياهن من الأحماض الأمينية العشرين اللي موجودات في جسم الإنسان ياهن الألفاتك راح ناخذ ياهن الأروماتك وياهن هيترو سايكلك كل وحدة راح نجيها وحدة وحدة وببساطة عدنا هنا لازم تحفظونا نذني لازم تحفظونا نذني متنسون يعني من يجيني بالسؤال يقل لي الكلاسوفيكيشن الكلاسوفيكيشن ل يعني الأمينو أسد بالنسبة للتركيب ينطيني اختيارات مثلا يا أما ينطيني عن ثلاثة وانا أعرفهم كلهم صحيحات أو ينطيني واحد منهم لازم أعرفهم أما ألفاتك ينطيني أو ينطيني أروماتك أو ينطيني هيترو سايكلك وحدة وحدة أنا لازم بدأنا أعرفهم زين هسا نجي هناك الكل نوع من تصنيفات الأمينو أسد بالنسبة للستركتشر وراح نعرف شنو الأنواع مالتهم زين أول واحد عدنا هناك هو الألفاتك شنو هنا أنواع الألفاتك عدنا يقلك عدنا أمينو أسد بالنسبة للألفاتك عدنا أمينو أسد سيمبل بسيط وعدنا أمينو أسد شنو متفره وهذا أهم منه يعتبر بسيط زين يقلك هنا السيمبل هو القلاي وعدنا أيضا شنو السيمبل الثاني اللي هو الألا قلنا القلاي يعني معناته قلايسين الألا يعني معناته الألانين والفال يعني معناته شنو معناته الفالي زين هنا نعدي السيمبل هسا عرفنا الألفاتك مقسمينا إلى سيمبل وبرانش يعني سيمبل وسمبل وبرانش يعني عرفنا الأحماض الأمينية اللي هي الألفاتك ياهن القلايسين والألانين والفالين ذني بسيطات هذا متفرع رح نجي هسا وحدة وحدة شنو نعرفين إذا تلاحظون هنا بالنسبة للقلايسين مجموعة الأرمالة شنو بس الأش يعني شنو ما يحتوي على مجموعة كاربون لا بس الأش بينما هنا الألانين لا الأرمالة شنو مجموعة كاربون متصل بثلاث درات هيدروجين بالنسبة للبرانش للفالين مدام برانش متفرع فيحتوي على ثلاث مجاميع من الكاربون متصلة بذرات هيدروجين يعني بس الفرقات إنها بسيط هذا أش قلايسين هذا مجموعة كاربون هذا برانش متفرع فيحتوي على ثلاث مجاميع يعني ثلاث مجاميع متفرعة من الكاربون لنانا تمام تحفظوا لي إنه السمبل هو قلايسين وأيضا السمبل هو الألانين والمتفرح هو الفالين يجيني سؤال الأحماض الأمينية اللي تعتبر ألفاتك إنه القلايسين الألانين الفالين أحفظه مثل اسمي أو ينطيني سؤال يقولي يا حمض أميني كون سمبل أنا لازم أعرفه لقلايسين والألانين يا حمض أميني يكون برانش لازم أنا أعرفه فالين بسهولة ببساطة ينحفظه بسرعة وسهلات نكمل هنا بعد الأنواع بالنسبة للألفاتك نكمل هنا شيء يقولك بعد هنا يقولك هنا عندي أمين وأستشنو يحتوي على مجموعة الهايدروكسيل على مجموعة الهايدروكسيل يا هو لن تحفظهن ما به لا منه ولا منه الهايدروكسيل هو السيرين تمام عدي مجموعة ثانية اللي هو شنو يحتوي على السلفر أمين وأستشنو يحتوي على السلفر هذين لازم تعرفون أنت على السلفر يعني الكبريت يحتوي على الكبريت اللي هو هذا يعني أمين وأستشنو يحتوي على مجموعة من الكبريت يا هو السستين يعني عرفت شون يجي السؤال انتم عرفتوا ينطيني بالسؤال يقولك أمين وأستشنو يحتوي على مجموعة الكبريت وينطين اختيارات وانا لازم شنو اعرفه هو السيستين ونفس الحالة بالنسبة للهايدروكسيل نكمل اهنانا شي يقول لك يقول لك اهنانا عدي امينو اسد يحتوي على داي كاربوكسيل على داي كاربوكسيل جهة واحدة واحدة داي من اسمها مادام داي شنو يعني؟ يعني ثنائي تمام؟ يعني ثنائي داي يعني ثنائي شنو يقصد يعني ثنائي؟ داي كاربوكسيك اسد يعني هذا المركب يحتوي على مجموعتين من الكاربوكسيلك وحدة هي اساسا موجودة بالحامض الاميني والثانية راح تجي وي مجموعة الارب هاي الاولى الاساسية اللي موجودة بالامينو اسد وهاي الثانية اللي تجي وي مجموعة الارب يقول لك يا حامض اميني يحتوي على داي كاربوكسيلك اسد هو الاسبارتيت او الاسبارتيك اسد عندي بعد شنو حامض اميني؟ شنو مع الداي بايسيك يعني شنو يقول لك هاي المجموعة تحتوي على اربع مجموعات من المثيل وتنتهي بمجموعة الان اتش ثري يعني مجموعة الان اتش يعني بين قوسيين شنو افتهم؟ عدي الار اربع مجامل بعد هذا الداي بايسيك يحتوي على مجموعتين من الان اتش ثري احنا ذاكي الداي كاربوكسيلك داي كاربوكسيلك يعني كاربون واشنو اوكسيجين مجموعة الاوكسيد مادام داي كاربوكسيلك يعني ثنائي يعني يحتوي على مجموعتين من الكاربوكسيلك هنا عندي داي بايسيك يعني شنو يحتوي على مجموعتين من الامونية من الان اتش ثري اذا تركزون زائدا اربع مجامية من الكاربون اللي متصله بذرات الهايدرونجي طبعا هذا الشرحيك حتى تصل لكم الفكرة شنو معنات هذا التركيب بس هو السؤال شو ان يجي سؤال البساطة يجي يقلك حامض اميني يحتوي على داي بايسيك لازم انا اعرفه يا هو يا هو لا يزين احفظه لازم انا هذا لازم احفظه والبقية نفس الحالة كل السهلات عندي هسا النوع الثاني والنوع الثالث امنيا احنا مقسمنا الاحماض الامينية حسب التركيب الى اليفاتك الاول والثاني الاروماتيك والثالث الهيترو سايكلك الاروماتيك يقصد به العطري الحامض الاميني اللي ينتج عطر يعني ينتج عنا ريحة يقصد بالاروماتيك الحامض الاميني اللي يكون مرتبط بمن بحلقة البانزين اللي هو يا هو الفينيل الانين يعني يجيني سؤال يا حامض اميني يكون نوعه اروماتيك ويتصل بحلقة البانزين هو الفينيل الانين زيان يا حامض اميني يعتبر هيتر او هيترو سايكلك هو الهستدين طبعا هذا الهستدين كلش مهم مهم جدا ليش لانه يكون شنو اساسي عند الاطفال وغير اساسي عند البالغين ويحتوي على مجموعتين من الاحماض الامينية هاي واحدة وهاي اثنين انا مجموعتين من الاحماض الامين طبعا هاي اساسية هي اصلا موجودة فذنه هنا الثنين انا مجموعتين من الاحماض هذا مهم المهم بي شنو انه موجود عند تشلدرن ويكون شنو اساسي ويكون عند الادولت عند البالغين شنو يكون غير اساسي هذا كلش مهم يعني من يجيني سؤال يا حامض اميني يعتبر هيترو سايكلك هو الهستدين وبنفس الوقت هو موجود عند الاطفال اساسي وعند البالغين غير اساسي هسا عندنا هنا انا التصنيف الثاني اللي هو يقول لك بالنسبة للمتطلبات الغذاء يعني بالنسبة للغذاء احنا هنا تصنيفها بالنسبة ل النتريشنال ريكويرمنت يعني المتطلبات او الاحتياجات الغذائية عندنا ثلاث تصنيفات للأحماض الأمينية اللي هي الاول الاسنشل امينو اسد يعني الاسنشل يعني هنا انا بتضيف تي اي هتصير الاساسية الاسنشال أمينو اسد الاحمااض الأمينية الاساسية وعدنا الاحمااض الاهمااض الامينية كون شنو Sumi essential شبه أساسية وعدنا بعد شنو الاحمااض الامينية كون non essential تكون شنو غير اساسية رح نجعها وحدة وحدة كل السهلات بصراعي نحظم اش عندي هنا انا خنغير اللون يقل لي هنا بالأحماض الأمينية الأساسية ركزوا يا هنا كلش مهمات بالني فوق ما تتصور مهمات إش قد ما هنه بسيطات بس هنه مهمات الأحماض الأمينية الأساسية يقل لي شنو Very important for growth شنو يعني يقل لك هي مهمة جدا للنمو الأساسية من هي هي من اسمها أساسية يعني هي شنو تكون جدا مهمة للنمو زيان بعشي يقل لك هنا ركز لي على هاي Can not يقل لك الهيكل الكاربوني مالتها لا يمكن للإنسان أن يصنحها There Carbon Can not Sign this is by human Can not الأساسية لا يمكن للإنسان أن يصنحها زيان شنو هنه ذني اللي الأحماض الأمينية اللي هنه ذني لازم أنت تعرفين والأهم شيء عند نحن هذا وهذا ذنه تعرفون زيان هاي اللي لا يمكن للإنسان أن يصنحها داخل الجسم شنو هنه يحصل عليها قلنا احنا قلنا شغلتين يأما تكون داخل الجسم ويصنحها الجسم نفسه أو لا يحتاجها اللي تكون شنو عن طريق الطعام يقول لك تيكن يأخذ أو يأكل أو يتناول عن طريق الفود عن طريق الطعام نرجع لها عليك يا بنا وحدة وحدة الأحماض الأمينية الأساسية تكون جدا مهمة للنمو هاي وحدة الشيغلة الثانية شنو كان نو ساين دسس باي هيوما لا يمكن للإنسان أن يصنحها وهاي يخلي عليها شنو هي تشليان هاي أهم شي بيها كان نوت زيان زيان هاي من ما من الإنسان ما يصنحها شتو أن نحصل عليها نحصل عليها من خلال الفود من خلال الطعام زيان عرفنا هنا ياهن ليكونن أساسيات ذنهن نكلهن ذنهن حتى هذا وياهن لا عفو هذا هم وياهن يعني ذنهن الأهم شي يعدنا هنا وأمحدد لك ياهن هنا اللايزين والفينال الألانين ذنهن أهم شي يعدنا هنا والفالين همين عرفنا هنا هسا الأساسيات نجي ألم للشبه أساسية شبه عدنا احنا أساسية وشبه أساسية وغير أساسية احنا عدنا شبه أساسية شنو هي هاي الشبه أساسية عدنا هنا هناني حامضين يعتبرن شنو شبه أساسية هي الهس والأرجنين الهستدين والأرجنين هاي اللي قلنا عليه اللي موجودات عند الأطفال فقط يعتبرن أساسية عند الأطفال ويعتبرن غير أساسيات عند البالغين هنه ذنه ثني الهستدين والأرجنين شي يقل لك هنا الهستدين والأرجنين هنه شنو سيمي أسانشيال هنه شبه أساسيات شي يقل لك بعد يقل لك راوين شلدرين ركوير انفود يقل لك هنه شنو ضروريات يحتاجوهن الأطفال للنمو يعني هنه ضروريات عند الأطفال هاي خليها هميش لين كلش مهمة يعني من يجيني سؤال يقل لي هنالك أحماض أمينية شبه أساسية تكون موجودة عند الأطفال أو يحتاجها الأطفال عند النمو لازم أنا أعرفون يا هنه الهستدين والأرجنين حلو وش يقل لك بعد هنا يقل لك نوت اسنشيال يقل لك تعتبر غير أساسية عند الأدلت عند البالغين هنا أنا اندفجول يعني الأفراد أدلت البالغين عند البالغين يعني عرفنا انه الشبه أساسية هنا الهستدين والأرجنين ذن الهستدين والأرجنين موجودات عند التشلدرين وما موجودات عند الأدلت ببساطة نجي لي التصنيف الثالث اللي هو نون أسنشيال اللي هنا شنو يعني غير أساسية يقل لك بقى عندنا شنو عشر أحماض أمينية يعني عندنا عشر أحماض أمينية غير أساسية بعد ليش يحتبر غير أساسيات نون اسنشيال لن العشر أحماض أمينية غير أساسيات ليش قل لك لأن كاربون سكلتون الهيكل الكاربون يمالتها شنو هنا أنا أريدك شوف تركز لي هنا أنا تركز لي هاي كان بي ساين ديس بايد أبادي هس رح نربط شي بشي الأحماض الأمينية الأساسية لا يمكن للإنسان أن يكونها الأساسية لا يمكن بس الغير أساسية شنو كان بي يمكن للجسم أن يكونها أو ينتجها أو يخلقها صارت واضحة يعني هنا أنا أريدك تركز هنا بهذا الموضوع بهذا التصنيف كل حرف مهم كل حرف مهم نرجعنا بصورة سريعة الأحماض الأمينية الأساسية لا يمكن للإنسان أن يصنحها بينما شبه أساسية تكون شنو مهمة عند تشلدرين وغير مهمة أو غير أساسية عند الأدولت الأحماض الأمينية الغير أساسية علي كيفك لا تدوغ أحماض الأمينية الغير أساسية هن عشرة يقول لك كان يمكن للإنسان أن يكونها داخل جسمه كل السعلات ووضحات علي كيفك ركز بهن وراح يصير عندك كل السعلات يا هن الأحماض الغير أساسية اللي تكون داخل جسم الإنسان أو يمكن لجسم الإنسان أن يكونها يا هن هن ذني لازم أنت تعرفين لقلايسين والألانين والسيرين والسستين والأسباط تكأست داني هن عشر أحماض أمينية المهمات اللي مؤشر هن إليك هن ما أقول كل هن كل هن ما تقراهم بس المهمات مثل ما مؤشرات بمالزمة لقلايسين والألانين والسيرين والسستين داني يعتبر أن أحماض غير أساسية عندنا هنا موضوع تكوين الرابطة اللي يبتدي إحنا نعرفها وقلنا الرابطة وين تكون الرابطة اللي هي تربط حامض أميني مع حامض أميني آخر زيان هسا هنا أنا عدنا يقل لك هنا أنا ألفا كاربوكسيلك مجموعة الكاربوكسيلك بالحامض الأميني راح ترتبط مع مجموعة أمينو من نوع ألفا لحامض أميني آخر راح تكون عدنا شنو ببتيت باوند أو سي أو أن أتش بريج يعني صار لها اسم ثاني هي احنا نعرفها الرابطة اللي تربط حامض أميني مع حامض أميني آخر نعرفها يبيبتيت باوند الاسم الثاني ما لا تقل لك نسميها سي أو أن أتش بريج يعني الجسر السي أو والأن أتش سي أو هي مجموعة الكاربون يعني وين أتش هي مجموعة الأمونية كيف شعرنا نفهمه زيان يعني هنا أنا حتى صيرتكم ماضحة وهذا حامض أميني تحدن من خلال هاي الرابطة هاي الرابطة يما نسميها بيبتيت باوند يما نسميها برج جسر السي أو أن أتش بساطة يعني انت فهمها هيش الربط بين حامض أميني مع حامض أميني آخر من خلال رابطة البيبتيت باوند أو جسر السي أو أن أتش واضحة زيان بعض شنو عدنا هنا شي قل لك هنا طبعا خذناها بأول سطر بالمحاضرة قلنا البروتينات تجي منيا من بوليميريزيشن للأمينو أسد بأول سطر بالمحاضرة خذناها إذك البروتينات تجي من بلمرة الأحماض الأمينية خلال الروابط البيبتيدية خذناها هاي مرة علينا المعلومة عدنا هنا يقل لك إن أبولي بيبتيت شين هنا سلسلة البولي بيبتيت يعني يقصد بيها هي سلسلة من اتحاد أو من ترابط الأحماض الأمينية من خلال الروابط البيبتيت هاي بسهول ناخذ الشي المفيد من عدنا يقل لك نانا الجهة اليسرة من الحامض الأميني شنسمي نسمي أمينو تيرمينل أمينو تيرمينل يعني شنو الطرف الأميني ركز الطرف الأميني هذي هوا الليفت وش رمز لبعد أن تيرمينل ما دام أميني يعني أن أكشي ثري تكون شنو بالجهة اليسرة على يسارك أنت زي بعد شنو قل لك نانا ذرا أن الجهة اليمنية شنسميها نسميها كاربوكسي تيرمينل يعني الطرف الكاربوكسيلي ونسميه شنو بعد نسميه سي تيرمينال يعني مجموعة الكاربون تكون بالجهة اليمين اللي فهمنا اللي فهمنا هنا موعدنا حامض أميني الجهة اليسرة هي شنو جماعة الان اتش تري يعني جماعة الأمونية سميها أمينو تيرمينل أو ان تيرمينل نفس الشي الجهة اليمنية الرايت نسميها كاربوكسي تيرمينل يعني الطرف الكاربوكسيلي أو نسميه سي تيرمينل يعني اللي يحتوي على مجموعة الكاربون هس هنا نعد هنا يعني إذا نرجع هس نرجع هنا لحظة إذا نرجع لهذا نرى مثلا من هنا ش تلاحظون تلاحظون صدق هنا هاي باليسرة هاي باليسرة هاي نفس الحالة باليسار هاي نفس الحالة باليسار يعني اللي فهمنا إنه من هذا الشرح إنه الان اتش مجموعة الأمونية تكون على اليسار ومجموعة الكاربون تكون شنو على اليمين يعني إذا نرجع الأول صفحة الأول صفحة هنا أنا وانتو هم رح تركزون يعني هنا شنو هنا الرسم هذا الحامض أميني خطأ إذا نحن واش قائل إنه قائل إنه جمعات الأن عش وإنه تكون تكون على اليسار فلازم هذا يتحول هنا حتى شنو يصير المركب صحيح إذا هذا بي خطأ عدنا هنا موضوع البروتين طبعا هذا الموضوع كل مهم كل سطر بي مهم فرقزوا به هنا عدنا شي قلي لك البروتين البروتينات كون تشكل البروتينات تشكل جزء رئيسي من من وزن الوزن الجاف للجسم الوزن الجاف للجسم تشكل البروتينات داخل الجسم 10 إلى 11 كيلوغرام إن أدولت إن أدولت عند البالغين تشكل 10 إلى 11 زين بعد يقلك نصف من بروتينات الجسم نصف من بروتينات الجسم تكون شنو على شكل كولاجين هذا الكولاجين وين موجود بالسكيلتون وال بالهيكل العظمي والأنسجة الضامة بالهيكل العظمي والأنسجة الضامة هذا النصف الأول نصف الأول من بروتينات الجسم يكون على شكل كولاجين هذا الكولاجين موجود بالسكيلتون والأنسجة والأنسجة الضامة الأول النصف الثاني يكون شنو انترسلل داخل الخلايا ويكون على هيئة شنو سوالي بولو بروتينات ذائبة على كيف نرجع من البداية البروتينات تشكل أو تكون الجزء الرئيسي من الوزن الجاف للجسم تشكل البروتينات من 10 إلى 12 كيلو ورام من أدولت هنا نقسموها إلى نصفين النصف الأول من البروتينات يكون على شكل كولاجين هذا الكولاجين موجود بالسكيلتون النصف الثاني يكون شنو انترسللر داخل الخلايا ويكون عبارة عن بروتينات ذائبة أو بروتينات قابلة للذوبان زيان بعد شنو عدنا هنا يقل لك هنا نانا سم امينو اسس سير فور ذا سايم ديس ام بورتان كمبونز شي قل لك هنا الامينو أسد بعض 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 من الامينو شنو على سايم ديس اوف من امبورتان يعمل على شنو تصنيع سايم ديس تصنيع اوف من العديد امبورتان كمبونز العديد من المركبات المهمة العديد من المركبات شنو هنا دين المركبات اللي تكون هنا الأحماض الامينية بعض بعض من الأحماض الامينية تعمل على تكوين العديد من المركبات المهمة اللي هنه الميلانين والكرياتين الميلانين عرفوا اللي هو مسؤول عن الصبغات والكرياتين اللي هو مسؤول عن المرون اعتقد وهاي الكبد ما كبدوا هاي الأمور فاحنا مركبين مهمات يتكون هنا الأحماض الأمينية اللي هي الميلانين والكرياتين بعد شنو هدنا يقل لك هنانه سيرتشن أمين واسد يقل لك بعض بعض من الأحماض الأمينية بعض من الأحماض الأمينية بعض لحظة searching aminosic بعض من الأحماض الأمينية تعمل neurotransmitters نيرو عصبية ناقلات أقول لك بعض من الأحماض الأمينية تعمل كناقلات عصبية مثل ما مثل غلايسين أسبارتيت والإغلوتاميت لدينا ثمية من الأحماض الأمينية يكون شغل شنو ناقلات عصبية يعني هس صار عندنا هواي معلومات هنا نريدك تركز بينا هس خنكمل ونرجع على كيفنا بعض شي يقلك هنا يقلك بروتين ميتابولز كم بينا من فروم في ميتابولز أو في أمينو أسد يعني نقدر نعرف تكوين البروتينات أو الميتابولز من البروتينات من الميتابولز للأحماض الأمينية يعني هاي معلومة يعني عادية نقدر نعرفها من الميتابولز للأحماض الأمينية خنرجع على كيفنا واحدة واحدة حتى ماندوخ على سريع اول شي قلنا البروتينات تشكل شنو الجزء الرئيسي مايجر من الوزن الجاف للجسم تكون 10 الى 12 كيلوغرام ان ادولت عند البالدون قسموها لنصفين الهالف الاول النصف الاول شنو يكون على شكل يعني البروتينات تكون على شكل كولاجين هاي الكولاجين وين موجودة ركز هاي الكولاجين موجودة بالسكيلتون النصف الثاني يتكون انترسللل داخل الخلايا وتكون عبارة عن بروتينات قابلة للذوبان زيان بعد شنو عدنا يقلك بعض من الاحماد الامينية تعمل على شنو تكوين العديد سايم تعمل على تكوين of many important components على تكوين العديد من المركبات المهمة داخل الجسم مثل الميلانين والكرياتين بعد شنو عجينا سعرفنا احنا هاي جاي تطلع عدي وظائف هاي وظائف للأمينو أسد كل شو جاي نعرف يعني هاي وظائف الأمينو أسد ويقلك بعد بعض من الأمينو أسد تعمل نيرو ترانسميتر كناقلات عصبية مثل يعني هاي وظيفتها وهاي وظيفتها نحن نعرف شنو وظائف الأمينو أسد واضحة وسهلة محاضرة جدا بسيطة بس علي كيفكم وقلوها وان شاء الله صيرتكم سهلة اخوكم الطالب عباس صادق اشتركوا في القناة